تنظيم داعش الارهابي لم ينتهي حتى الان بهذه الكلمات صلت موقع اي بي اس الاوروبي الضوء على نشاط التنظيم في مواقعه الاصلية خاصة فيما يسمى مثلث الرعب بين محافظات كاركوك ونينوى وصلاح الدين في العراق وصولا الى المناطق الصحراوية بين الانبار والحدود مع سوريا وفي تقريرا له اشار الموقع الاوروبي للهجوم الانتحاري الذي اوقع نحو مئة قتيل عشية عيد الاطحى في مدينة الصدر تموز يوليو الماضي بانه يمثل عودة مفاجئة للتنظيم بالاضافة لهجمات اخرى نفذتها خلايا داعش في نيجيريا وسيناء وافغانستان واقليم كردستان واوضح التقرير انه رغم سحق ما تسمى بخلافة داعش في الموصل والرقة وخسارة التنظيم معظم الاراضي التي سيطر عليها في العراق وسوريا الا ان مجموعة الهجمات التي استهدفت بغداد واربيل ومدينة الصدر تؤكد انه من الوهم الاعتقاد بان ارهاب التنظيم قد وصل الى نهايته ووفقا للتقرير يحاول تنظيم داعش الارهابي اقامة خلايا جديدة واستعادة قوته في العراق مشيرة الى ان التنظيم يبذل جهودا كبيرة عبر شبكته في مختلف القارات وخاصة في افريقيا واسيا في ظل التهميش والمخاوف الوجودية والشعور بنعدام العدالة والمساواة امام القانون في العديد من البلدان حول العالم